أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين الكلام في باب النسبة في الحديث الرابع من كتاب الكافي الشريف في هذا الحديث يسأل أحد أصحاب الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام وهو عبد العزيز ابن المهتدي يسأل الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام عن التوحيد فالإمام يجيبه بأن الإنسان إذا قرأ سورة التوحيد قل هو الله أحد إلى آخر السورة وآمن بها بهذه السورة فقد عرف التوحيد كما ذكرنا في البحث الماضي أن المعرفة درجات فأدنى درجة هي المقدار التي ينجو بها الإنسان من النار ويكون موحدا وإذا اكتملت عقائده كان من أهل الجنة أدنى درجة في معرفة التوحيد هي الدرجة التي يجب على كل موحد أن يعرفها وأن يعتقد بها وأن يذعن به وكلما ازدادت المعرفة ازدادت درجة الإنسان وازداد قربه إلى الله سبحانه وتعالى فأدنى درجة من درجات المعرفة هو أن يعرف الإنسان ظاهر سورة التوحيد ويعتقد بما في هذه السورة ويؤمن بها حينئذ هذا الشخص يكون موحدا قل هو الله أحد الله سبحانه وتعالى واحد لا أجزاء له الله الصمد الله سبحانه وتعالى هو السيد المقصود إليه في كل الحوائج وهذا يستلزم كماله من كل الجهات وتنزهه من كل النقص لم يلد ولم يولد هذا أيضا ينفي العقائد الخرافية بأن لله أبناء أو آباء ولم يكن له كفوا أحد لا نظير ولا شبيه ولا شريك لله سبحانه وتعالى فمن اعتقد بظاهر ما في هذه السورة كان موحدا فإذا ضم إلى هذا التوحيد سائر العقائد المطلوبة من النبوة والإمامة والعادل والمعاد فهذا الإنسان تكون عقيدته كاملة وإذا ضم إلى العمل وإذا ضم إلى هذا الإيمان العمل بما أمره الله سبحانه وتعالى والانتهاء عما نهى الله سبحانه وتعالى فهذا الإنسان إيمانه كامل فإذا أقل درجة يدخل بتلك الدرجة الإنسان في سلك الموحدين هو معرفة ما في سورة التوحيد قال سألت الرضا عليه السلام عن التوحيد فقال كل من قرأ قل هو الله أحد يعني السورة سورة الإخلاص وآمن بها ليس مجرد القراءة المنافقون أيضا يقرؤون هذه السورة بل بعض الكفار أيضا يقرؤون هذه السورة للاطلاع على القرآن أو على الإسلام فقرأها وآمن بها الإيمان بالشيء هو معرفة الشيء والإذعان به وعقد القلب وإلا كثير من الأحيان المشركون أو الكفار كانوا يعرفون الحق ولكنهم لا يذعنون به ويعرفون ويعرفون نعمة الله ثم ينكرونها في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم جحدوا بها يعني ينكرونها باللسان ولكن استيقنتها أنفسهم آل فرعون كانوا يعلمون بأن موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام هو الحق وأنه رسول من قبل الله سبحانه وتعالى وأن هذه المعاجز التي أظهرها هذه آيات من الله سبحانه وتعالى كانوا يعرفون ذلك ولكن كانوا يجحدون ويحاربون موسى لماذا ظلما وعلو أعداء أمير المؤمنين من المنافقين كانوا يعلمون أنه الحق ولكن حلية الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجها هؤلاء لأنه حلية الدنيا في أعينهم فحاربوا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لينالوا من الدنيا أكثر من حقهم وإلا فأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان يعطي حقوقهم كاملة غير منقوصة فإذن مجرد العلم لا يكفيه مجرد اليقين لا يكفيه بل يحتاج الإنسان ليكون مؤمنا أن يذعن يعني يعقد قلبه على قبول هذا الحق كثير من الأحيان بعض الناس يعلمون شيئا لكن يحاربون ذلك الشيء هذا لا يسمى إيمانا الإيمان أن يعقد قلبه وأن يبني على قبول ذلك الحق وإلا فالمنافق الذي كان يعلم بأن رسول الله على حق وكان ينطق بالشهادتين لأنه منافق المنافق يظهر الإيمان فهذا يعلم بأن رسول الله على حق وينطق الشهادتين وكان أيضا في الظاهر يقيم الصلاة وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة كان يقيم الصلاة صحيح بكسل يقوم إلى الصلاة لكنه كان يصلي فهذا يعلم بأن الرسول حق ويتشهد الشهادتين بلسانه ويؤدي الواجبات في الظاهر لماذا هذا منافق لأنه لم يعقد قلبه لأنه لا يريد الإذعان في قلبه يجحد في قلبه هذا الحق مع علمه بأنه حق يعاند الحق مع علمه بأنه هو الحق فإذن ليس مجرد القراءة وإنما وآمن بها هذا الإنسان فقد عرف التوحيد يعني صار موحد وإذا اجتمعت سائر العقائد الحق مع التوحيد فهو من أهل الجنة هنا يأتي السائل وهو عبد العظيم ابن المهتدي يسأل الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام سؤالا آخر قلت كيف يقرأها هذه السورة هل لها آداب أو أنها نزلت بطريقة أخرى غير هذه الألفاظ الموجودة في المصحف الإمام عليه الصلاة والسلام قال كما يقرأها الناس هذه السورة هكذا نزلت على الرسول صلى الله عليه وآله لا زيادة فيها ولا نقيصة لأن القرآن محفوظ من التحريف الله سبحانه وتعالى صان القرآن عن التحريف الكتب السماوية السابقة هذه الكتب طالها التحريف فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله التوراة طالها التحريف الإنجيل طاله التحريف لكن الله سبحانه وتعالى حفظ القرآن من أن يطاله التحريف فلا تحريف في القرآن الكريم وإذا كانت هناك بعض المرويات فهذه مرويات باطلة إذا دلت على التحريف مثلا تروي العامة في صحاحها أن آية الرضاعة كانت آية في القرآن بأنها عاشر رضاعات فنسخنا بخمس تقول عائشة وهن مما كن يقرأن في المصحف حينما توفي الرسول صلى الله عليه وآله أو كما قالت يعني حينما توفي الرسول هذه الآية المزعومة بأن الرضاعة خمس مرات وهي التي نسخت الرضاعة عاشر مرات كانت في المصحف وتتلى فيه فجاء داجن فأكله لما تشاغلوا بموت الرسول صلى الله عليه وآله كانت هذه الآية مكتوبة في ورقة أو جلدة كانت تحت سرير الرسول فجاء داجن يعني حيوان أهلي فأكل هذه الآية فضاعت هذه الآية هذه الرواية ولو هي موجودة في أحصح كتب العامة لكنها رواية موضوعة على كل حال فبحثه عدم تحريف القرآن هذا بحث مفصل ولعلنا سنشير إليه في المستقبل إذن القرآن الكريم لا يوجد فيه أي زيادة ولا يوجد فيه أي نقيصة كما نزل على الرسول صلى الله عليه وآله ثم إن هناك بعد الرسول صلى الله عليه وآله جاء قراء هؤلاء القراء قرأوا هذه الكتابات الموجودة بأشكال مختلفة يعني مثلا النبي بعض القراء يقرأه النبي بالحمزة مثلا هذه القراءات القراءات السابع أو القراءات العاشر بل يقال إن القراءات أكثر وبعض الأحيان القارئ الواحد الروايات عنه تختلف فهذه فهذه اجتهادات من القراء كانت ولم يعر لها المسلمون من ذلك اليوم إلى يومنا هذا أية أهمية لذلك المسلمون يقرؤون القرآن بالكيفية التي نزلت على الرسول صلى الله عليه وآله من اليوم الأول إلى يومنا هذا أما القراءات الأخرى فهذه قراءات لا يقرأ بها المسلمون وإنما هي موجودة في بعض الكتب أو بعض أهل التجويد مثلا لأي جهة من الجهات قد يدمجون قراءة في قراءة وهم يزعمون أن القرآن نزل على الرسول صلى الله عليه وآله بهذه القراءات المختلفة وكل قارئ قرأ على حسب إحدى تلك القراءات ويدعون تواتر هذه القراءات وليست هي متواترة قد تكون متواترة عن القارئ لكن من القارئ إلى الرسول صلى الله عليه وآله لا يوجد تواتر وإنما راوي واحد فهذه القراءات هي قراءات كانت اجتهادات من القراء وموجودة في بطون الكتب والصحيح أن القراءة في القرآن هي قراءة واحدة فقط الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام في حديث في الكافي الشريف يقول القرآن واحد نزل من عند الواحد وإنما الاختلاف يجيء من الرواة القراءة هؤلاء قرأوا بأشكال مختلفة قراءاتهم ليست بقرآن وخطأ في القرآن وإنما القراءة الصحيحة هي القراءة الواحدة هذه القراءة الواحدة هي القراءة التي يقرأها المسلمون من عهد الرسول إلى يومنا هذا لذلك أنتم تجدون الناس حينما يقرؤون القرآن يقرؤونه بطريقة واحدة أما سائر القراءات السبع لا توجد في ضمن القراءات إلا ما ذكرنا من أنه بعض المجودين في تجويدهم يدمجون بعض القراءات بل الطريف في الأمر أن هذه القراءة المشهورة التي تطبع عليها القرائين ويقرؤها الناس في قراءتهم في صلواتهم هذه القراءة يذكرون لها سندا وطريقا طبعا هذه القراءة لا تحتاج إلى سند ولا تحتاج إلى طريق لأنها هي القراءة المتواترة عن الرسول صلى الله عليه وآله لكن يذكرون لها سندا حفص عن عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي هذه القراءة هي القراءة المشهورة والسلمي رواها عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأبي وفلان 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 وذكروا أيضا اسم عثمان وهؤلاء رووه عن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا تصفحتم القراءة المطبوعة في الصفحات الأخيرة حينما يذكرون ما يتعلق بهذه القراءة يذكرون اسم الرواة طبعا صحة هذه القراءة لا تحتاج إلى هذا السند ذكرنا أنها قراءة متواترة قراءها المسلمون من صدر الإسلام إلى يومنا هذا ولكن كأمر طريف أن هؤلاء الرواة هؤلاء الرواة هم من الكوفيين ومن الشيع الكوفيين يعني حفص كان من أصحاب الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام وبعض العامة ضعفه ابن حبان وهو من رجالي العامة ضعف حفصا لماذا ضعفه لأنه كان من الشيعة عن عاصم عاصم أيضا كان كوفيا شيعيا عن أبي عبد الرحمن السلمي هو أيضا كان من أصحاب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وهو روا عن أمير المؤمنين وعن مجموعة من الصحابة والصحيح أنه رواها عن أمير المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وآله ولكن ذكروا بعض الصحابة الآخرين لكي يبينوا أن هذه القراءة أيضا جاءت عن طريق سائر الصحابة نحن نسألهم أنتم في الأخبار التي تروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله تدققون في الرواة وتضعفون وتصححون وكثير من الأحيان يضعفون الرجل لأنه شيعي كما يقول أحد علمائهم مجرد تشيع دليل على ضعفه فرووا عن الخوارج وفي البخاري يروي عن عمران بن حطان عمران بن حطان الذي مدح ابن ملجم قاتل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وسماه تقيا وفي شعره يقول أنه أوفى البرية عند الله ميزانة عمران بن حطان رووا عنه وهو من الخوارج وعمر بن سعد قاتل الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام عمر بن سعد قاتل الإمام الحسين وقائد الجيش الذي حارب الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام عندهم من الثقات رجاليوهم يوثقونه مزيد؟ لكن أي واحد شيعي ضعفه بل إذا بعض الناس من غير الشيعة رووا فضيلة كان يصير عليهم علامة استفهام وعلامة سؤال زين هؤلاء بهذه الكيفية لكن هذا الحديث عن الرسول لكن القرآن الذي يقرؤوه آناء الليل وأطراف النهار إن قرأوه هذا القرآن هاي القراءة المشهورة هذه قراءة شيعية ولو أردنا أن نحاججهم لقلنا لهم إن الذي حفظ القرآن القراءة التي يقرؤها المسلمون في كل مكان هم الشيعة وبعد ذلك يأتون ويتهمون الشيعة بأنهم يقولون بتحريف القرآن لروايات تلك الروايات إما ليست في بيان ألفاظ القرآن وإنما هي في تفسير القرآن يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك في علي هذا في علي الإمام يفسر الآية الشريفة أنه في علي هذا معنى ما أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وآله ولم يقصد الإمام أن هذه الكلمة هي من نص القرآن الكريم وهناك روايات إن دلت على التحريف فرواتها ضعاف ضعفهم علماء الشيعة في كتبهم كالسياري عبروا عنه والضاع كذاب مفتر مع ذلك يتهمون الشيعة لكن حينما تراجع صحاحهم التي هي أصح الكتب عندهم تجدها مليئة بروايات ظاهرها التحريف لكن حينما يصل الأمر إلى رواياتهم يبدأون بالتآويل والتآويلات الضعيفة السخيفة لكي يحافظوا على صحاحهم هذه الآية أنه آية الرضاع عشر نسخت بخمسة عائشة تصرح بأنها كانت مما تقرأ في القرآن حين وفات الرسول صلى الله عليه وآله فجاء داج وأكلها هذه رواية صريحة في تحريف القرآن لأنه آية حذفت من القرآن لأنه لا توجد هذه الآية في المصاحف التي الآن بعيدين أين هذه الآية ما موجودة هذا القرآن هل هو محرف لأن هذه الآية ما موجودة ولا يتمكنون من القول بأنها من نسخ التلاوة لماذا لأن النسخ التلاوة لا تكون بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله أولا أصل نسخ التلاوة فيه إشكال ونحن لا نعترف بذلك لا يوجد نسخ للتلاوة يعني تنزل آية ثم هذه الآية تنسخ جميع الآيات المنسوخة موجودة في القرآن ولذلك يشيرون إليها أنها آية منسوخة بقي رسمها ونسخ حكمها أما آية ينسخ رسمها أيضا بحيث لا تكون موجودة في القرآن فهذا أمر غير صحيح على فرض صحته إنما هذا يكون في حياة الرسول صلى الله عليه وآله وفي هذه الرواية تصرح عائشة بأنه بعد وفاة الرسول جاء داج فأكلها وضاعت الآية من القرآن بل إذا جمعت الروايات الموجودة في صحاحهم لبلغت العشرات والعشرات لكن مع ذلك نحن لا نتهمهم بالقول بتحريف القرآن لا نتهم العام بأنهم يقولون بتحريف القرآن ولو أن في رواياتهم يوجد ما يدل على ذلك وفي الصحابة من كان يعتقد بذلك حسب ما يرونه هم كعبد الله بن مسعود حيث كان إذا وجد مصحفا وفيه المعوذتان كان يمحو المعوذتين من المصاحف لا يعتقد بأنهما من القرآن يعني في رأيه أن هذا القرآن اللي موجود في أيدينا فيه سورتان ليستها من القرآن أو أن عمر بن الخطاب كان يعتقد بآية الخلع والحفد أو سورتان ولكن لا يوجدان في هذا المصحف يؤولون هذا الأمر يقولون بأنه نسخ تلاوة زين إذا نسخ تلاوة لكن عبد الله بن مسعود كان لا يعتقد بأن سورة الناس وسورة الفلق من القرآن وكان يمحوها من القرآن عضو بعد ما تقدر تقول نسخ تلاوة لأن السورتين موجودتان في القرآن الكريم مع ذلك مع وجود هذا الأمر في رواياتهم الصحيح عندهم وهي روايات موضوعة في الواقع لكن نحن لا نتهمهم بالقول بتحريف القرآن صحيح موجود الرواية في كتبهم لكنهم عملا لا يعتقدون بها ويقولون بأن القرآن لم ينقص منه شيء ولم يزد فيه شيء كذلك نحن نعتقد بأن القرآن هو كما نزل على الرسول صلى الله عليه وآله بلا زيادة ولا نقيصة هو موجود بين الدفتين بأيدينا وإذا هناك روايات يزعم البعض أنها روايات تدل على التحريف فليس الأمر الأمر كما زعمه بل أن تلك الروايات إما هي في تفسير القرآن مثل التفسير المسجي الآن أنت تفتح بعض التفاصير تشوف تفسير مسجي بين قوسين توضع الآية والشرح المسجي يوضع خارج القوسين لكن حينما أنت تقرأه تقرأ ذلك التفسير مع هذه الآية ومع أنك لا تعتقد بأن ذلك التفسير هو من هذه الآية الكريمة على كل حال فهذا بحث عدم تحريف القرآن هو بحث مفصل ونتركه لوقته الحاصل أن الإمام عليه الصلاة والسلام الرضا في هذا الحديث يقول كما يقرأها الناس يعني اقرأ سورة التوحيطة كما يقرأها الناس بعد ذلك أنت عندما تقرأ القرآن بين اعتقادك بما في هذه السورة لأن الإمام قال كل من قرأ قل هو الله أحد وآمن بها زيان أنت اقرأها كما يقرأها الناس وبين إيمانك بهذه السورة كيف تبين إيمانك بهذه السورة وبما فيها بأن تقول بعد تلاوة سورة الإخلاص أن تقول كذلك الله ربي يعني إذا أنت قرأت سورة الإخلاص سواء في صلاة أو أو في غير صلاة قل كذلك الله ربي يعني أنا أعتقد مما هو موجود في هذه السورة لأن هناك إظهار الإيمان بالقرآن هو لازم بعض الأحيان الروايات دلت على كيفية خاصة لإظهار الإيمان بهذه السورة أو بهذه الآية مثلا في بعض الروايات إذا وصلت وتلوت هذه الآية أو سمعتها فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه الآية في سورة الرحمن والله سبحانه وتعالى ذكرها وأنزلها مرات متعددة المستحب شنو تقول قل لا بشيء من آلائك ربي نكذب نحن لا نكذب إذا كذب المكذبون فهم مكذبون وجزاؤهم جهنم وبئس المصير لكن نحن لا نكذب بشيء من آلائك ربي كذلك إذا قرأت سورة التوحيد في صلاة أو غير صلاة يستحب أن تقول ثلاث مرات كذلك الله ربي في غير صلاة واضح وفي الصلاة لأن هذا ذكر عندما تقول كذلك الله ربي ذكر الله سبحانه وتعالى في الصلاة لا إشكال فيه الإنسان في الصلاة لا يجوز أن يتكلم بكلام آدمي واحد يصلي يتكلم في الصلاة لا يجوز هذا الأمر وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون لأنه في بداية الأمر حينما شرعت الصلاة كان الصحابة يصلون وفي وسط الصلاة يتكلمون بينهم والرسول يقرأ القرآن فنزلت هذه الآية وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ففي الصلاة في صلاة الجماعة واجب وفي غير صلاة الجماعة مستحب مؤكد احتراما للقرآن الكريم فلا يجوز للإنسان أن يتكلم في وسط الصلاة إلا إذا كان بدعاء أو ذكر لله سبحانه وتعالى أو قرآن كذلك الله ربي هو ذكر لله سبحانه وتعالى يعني عندما أنت تقول لا إله إلا الله في الصلاة في أي مكان من الصلاة يجوز لك أن تقول لا إله إلا الله لماذا؟ لأنه ذكر لله سبحانه وتعالى بعد سورة الإخلاص تقول كذلك الله ربي هذا ذكر لله سبحانه وتعالى فلا بأس به ولا إشكال فالإمام فالإمام يقول إقرأ السورة كما يقرأها الناس ثم بعد ذلك وزاد فيه كذلك الله ربي كذلك الله ربي يعني بعد قراءة السورة تلاوتها بعد تلاوتها هذه الكلمة اذكرها لإظهار إيمانك بهذه السورة بهذا الحديث ينتهي باب النسبة نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم للتوحيد وللعقائد الحقة هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين يا الله الله يا الله يا الله يا الله